الساعات الأخيرة شهدت مفاوضات قوية من إدارة نادي الزمالك مع سربيا كلوباترا لضم مهاجمه النجيري جون إبوكا ومزحمة النادي الأهلي على الصفقة بعد أن حول النادي الأهلي أنظره نحو اللاعب بعد صرف النظر عن التعاقد مع الغاني يعقوب ومهاجم رايو أبي البورتوغاية طيب حكاية جون إبوكا عشان حلالك تبقوا فاهمنا الأهلي جون إبوكا مش أولوية بالنسباله الأهلي سايب جون إبوكا كحل بديل لو تعصر النادي الأهلي في ضم مهاجم أجنبي خلال فضل الانتقالات الحالية وقبل وقبل غلق باب القيد بتاعة قائمة كأس العام الأندية فيه رأيب يقول أنه جون إبوكا لعب كويس منضمه وخلاص ده في الأهلي نضمه وحنا ليه عميني ندور برما أن ناخد جون إبوكا قدم سربيا كلوباترا عنده استعداد سربيا كلوباترا موافق أنه يسيب جون إبوكا للنادي الأهلي مقابل 25 مليون جنيه واثنين لعيبة من الأهلي معارين لسربيا كلوباترا يعني يسيبوا لهم اثنين لعيبة كمان فده العرض اللي أهلي سايبوا إيه في الضرج لحد ما شوفها عامل إيه بره نادي الزمالك شاف أن سربيا كلوباترا ما عندوش مانع يبيع جون إبوكا طيب ما أنا كمان أخش أخش أسأل وهو فعلا مهاجم جيد مهاجم جيد ناحية بس عند الأهلي أن الأهلي مش عايز يكرر الكسر بتاعت والتر بواليا لو تفتكروا عايزين اللي حنجيب مهاجم في يناير دور 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 هات والتر بواليا خلاص من الجنع شوش هفيني جيب حد من بره بس جون إبوكا مش والتر بواليا بصراحة جون إبوكا أفضل كثيرا يعني فهي مش يعني إيه الآلي وزمانك داخلين في جون إبوكا من بعيد لبعيد كده يعني ما فيش حد فيهم رمى بياضة أو رمى ورقة والحد الوقت بس اللي اتنين بصين لي جون إبوكا